اكتسب بئر السيدة العذراء في بيت سحور في الأراضي المقدسة بأهمية خاصة بسبب الأعجيب التي صاحبته مع مرور الزمن وظهرات أمنا العذراء بنفس المكان وشفائها للعديد من المرضى وعرفانا وتقديرا لسيدة الرعاة قام أهالي مدينة بيت سحور بترميم كريسة البئر وتوسيعها لاستيعاب أكبر عدد من المصليين تفاصيل أوفى حول هذا البئر في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوى للأراضي المقدسة والمناطق المحيطة بها قداسة شامخة في العالم ومن هذا المكان المقدس في مدينة الرعوات يقع بئر السيدة العذراء المعروف ببير السيدة والذي يأتي في موقعه وسط البلد في بيت سحور التي تحتل مكانة مركزية في حيات سكانها ففي هذا المكان المقدس ظهرت أمنا مريم العذراء مرات عديدة وهذه الظهرات تقدم لنا أمنا مريم رسائل هامة وإشارة واضحة لنا من أجل المحافظة على الأماكن المقدسة وإحترامها فكانت الظهرات لجميع الرعاية والأديان كما ويروي لنا الأب سابخير كاهن رعية الروم الأرثودوكس في بيت سحور قصة تسمية هذا المكان ببئر السيدة نسبة لبئر السيدة العدراء هذا البئر كان على زمن صار على زمن الرومان بئر روماني هذا الموجود البئر في بيت سحور كان بيت سحور كانوا عايشين يشربوا من هذا البئر كانوا أقلة في منظف هذه في أرض الرعاة فكانوا يجوا يشربهم وموشيهم وغنمهم كانوا يعيشوا كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر حتى الرعاة الذين تبشروا بمجيء المسيح هم وغنمهم كانوا يجي يشربوا من هذا البئر فهذا البئر كان على زمن الرومان فبعد ميلاد سيد المسيح لما أجى الملك رودوس المقام بيقتل الأطفال حتى يعرف وين يسوع حتى أنه يقتل يسوع المسيح فأجى ملك الرب ليوسف قال له إلى يوسف قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر فأجوا الطريق هذه وأجوا على البئر وشربت العذر مريم والطفل شربوا من هذا البئر نعم وتم مشوارهم إلى مصر فهذا من هذا الوقت لغاية الآن وكان أكثر الناس عايشين من هذا البئر لما العذراء مريم شربت من هذا البئر صار يحدث فيه عجائب حتى يقال أنه في إحدى النساء أتت لكي تشرب تأخذ ماء من هذا البئر فظهرت لها العذرة وما بتعرف أن هذا العذرة فطلبت منها العذرة أنه أسكيني يعطينا أشرف قالت لها أنا مستعجلة وما بقدر فطلبت من الماء أن يطلع إلى الخارج وفاض البئر وشربت العذراء من البئر فمن هذا الوقت بئر السيدة العذراء لن ينقص بتاتاً لن ينقص تطلع الماء من الأرض ويشربوا منه لغاية الآن جميع المنائل من يجي يزوروا هذا المقام المقدس كانوا ياخدوا ويشربوا من هذا البئر تم إنجاز وتدبير تصليح بهذا البئر فكان أحد من بيت السحور شخصيات بارزة في بيت السحور وكان الله يرحمه رحمة نيقولة أبعيطة كان رئيس بلدية بيت السحور وكان بعمل ترميم هذا البئر وكنيسة بسيطة متواضعة للكل يجي كل الطوائف الروم واللاتين والكاثريك يجي يصلوا في هذه الكنيسة فصار الناس يجي بكثرة فعملنا كل الكنيس يجي يصلوا في هذه الكنيسة سبعياً يصير ثلاث قدديس في هذا المقام فكامت أيضاً البلدية مع الرعية في بيت السحور كل الطوائف بتكبير هذا المقام بشوي يكون أكبر ففعلاً صار أكبر شوي مثل ما الكل يشوفوه وصار الناس يجوا ويصلوا في الكنيسة كانت تظهر كثير العذرة مريم تظهر على هذا المقام في مرة قبل حوالي بديش أقول أكثر عن بحدود 35-40 سنة هذا على زمن أنا وأنا كاهن في انهار عيد العذرة كان الناس صلوا في الكنيسة للأباء الأجداد فأجوا إلى الكنيسة هذه حتى أنه ضووا شمع كدام العذرة مريم في بئر السيدة وإلا عند دخولهم وإلا صرت أو قونة العذرة مريم داخل البير على وجه المي كانت مثال بير العذرة بثوب أبيض فأجوا الناس وشفوها وأنا من جيت وشفتها وكانت ذهبت لجوة داخل البير وحفر مكان الصخر حسب الشخص اللي كان موجود على وجه المي وهي مثال العذرة وهي حاملة طفل ويوسف عنده هروبهم فكان ظهر على الصخر سورة الهروب من العذرة مريم ويوسف والطفل على المبحور بالصخر وأجوا جميع من أقطار العالم كلها أجوا وشاهدوا هذا الحدث العظيم ولغاية الآن بير شايد العذرة مقدس وبيجوا من جميع أقطار العالم بيجوا زوروا هذا المقام ونشكر الله أن الماء الحين موجودة لكل بشرب منها وبيجينا سواح على هذا المقام وبشوفوا فعلا هذه عجوبة ولأول كنيسة في العالم بكدسوا فيها ثلاث طواف ما يدل على اتحاد المسيحية الموجودين في بيت صحور الروم الأرضوكس والروم الكاثوليك واللتين بيجوا وبستعملوا قدديس في هذه الكنيسة لأن هذه الكنيسة مش للروم ولا لللتين ولا الكاثوليك هذه لكل الكنائس الموجودة في بيت صحور الإيمان بسيطنا مريم العذراء مريم كثير الناس بيآمنوا مش بس مسيحي إسلام ومسيحية عندهم أن العذراء مريم هي أم سيدة سوع المسيح فيجوا يكون عندهم مشكلة أو مرض فبتيجوا بكد بيضووا شمع عن فداء عن أولادهم أن تطلب أن العذراء مريم تشفي أبنائهم من المرض وعشان الصلاة بتكون حرارة بإيمان تتقبل هذا الصلاة وبإرادة الله بيشفى ابنهم أو بنتهم أو عندهم أي مشكلة من دعوات العذراء مريم فهذه المناسبة أقدم كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون النورسات الأردن وهذا حنا بنتشرف فيه أنا اللي مسؤول عن الكنيسة بفتحها كل يوم الصباح وفي حد الظهور وبعد الظهور كمان بيجي زوار كتير يزروها من جميع الطوائف الكنيسة هاي تاب على كل الطوائف وبصير فيها الصلوات ونشكر الله يعني إلها عجائب كثير للعدراء الحمد لله إلها عجائب كثير مع أسلام ومع مسيحية والحمد لله يعني فش حدا بيجي بطلب أي إش من العذراء والكنيسة بنول الطلبه ومن خلال ظهوراتها فهي ترشد العالم وتدعوهم إلى الصلاة والإيمان وهي تقول للعالم أجمع أنا معكم في هذه الصعوبات والشدائد التي تحيط بكم أصبح هذا البئر روح المدينة وقلبها النابض وضميرها الحي ومكانا يجمع أهلها فالعدراء مريم هي أم الكنيسة التي ستبقى شعلة نور للعالم لنورسات مارلين الحدوى من بئر السيدة العذراء بيت سحور في الكريم